بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تقبل الله منا ومنكم ونسأل الله تعالى أن يثيبنا وإياكم على كل عمل نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر نفسنا وشر كل ذي شر اللهم آمين أحبائنا الأفاضل لا بد أن نراعي حظ عقولنا في هذا الشهر الكريم لا بد أن نغذي عقلنا بالعلم والإيمان والنافع من هذه العلوم والأفكار التي نعيشها في حياتنا كما اتفقنا في بداية دروسنا هذه لنجعل من رمضان رصفا لسكة حديد قطارنا لنجعل من رمضان مدرسة نتعلم بها ونعلم بها الأجيال في شهر رمضان تصفد شياطين الجن وتنطلق شياطين الإنس برسالتهم الهدامة لا يعرضون راحة ونفعا وترفيها لأمتنا فحسب بل إنهم يريدون من وراء هذا أن يدسوا السم في العسل فيطرح كثيرا من القضايا التي تشكك في أصول الشريعة وثوابتها هذا الشهر الذي تتقرب فيه الأنفس من الله سبحانه وتعالى تنطلق فيه الشياطين محاولة أن تبعد الناس عن محبة الله وعن طاعة الله وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وذلك بأحد أمرين إما أن يغزوا الفضاء والسوشال ميديا بالبرامج الماجنة والتي تروج لأفكار هدامة فيها الفساد وفيها الاختلاط وفيها المجون وفيها الرقص وفيها التمسك بسفاسف الأمور لا الارتقاء إلى معالي الأمور والتصرفات وبالتالي هذه توقظ في الناس شهواتهم المحرمة ولا تحرص على زيادة إيمانهم ولا زيادة فكرهم وعلمهم النافع قال الله تعالى مواصفا سلوك أولئك الناس والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إذن أيها الأخ الكريم المبارك أيها الأخت الماجدة المباركة هذا الشهر إياكم أن تكونوا فيه مفتاحا للشر بل كونوا مغاليقا للشر مفاتيحا للخير فالشهوات نار نقذفها نحن في قلوب أولادنا وأحبائنا وفي أنفسنا نحن ثم تبدأ تنهش وتحرق شيئا فشيئا نجد بعد رمضان كثير من مشاكل الطلاق والخلع وأغلبها يدور على الفساد وعلى الإفساد وعلى العلاقات المحرمة التي تعلموها في العقل الباطن من هذه المسلسلات والبرامج التي لا ترجو لنا نصحا ولا ترقب فينا إلا ولا ذمة وبعض البرامج الأخرى التي يدس فيها السم بالعسل هي برامج تثير الشبهات في أفكار الناس وفي سلوكياتهم وفي معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم تتهجم متارة على بعض الآيات في القرآن الكريم وتتهجم متارة على أحاديث السنة أو على السنة بالكامل وتتهجم على العلماء والصالحين من أمتنا يظنون أنفسهم بمقام ابن تيميا وبمقام ابن القيم والشافعي والبخاري ومسلم وابن حنبل أو يظنون أنهم بمقام أولئك العلماء والفضلاء والدكاترة والأستاذ دكتور أحدهم يظن نفسه هذا الفنان أو ذلك الراقص أو الراقصة أنها بمقامه فتقذف الوهن في قلوب أولئك الذين ينصطون لهم ولا يحللون ماذا يرسلون لهم قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون وكيف نتغلب عليهم أولا بمقاطعة كل مسلسل وبرنامج لا يزيد فينا علما أو إيمانا إذا لم يزدنا إيمانا ولم يزدنا قربا ولم يزدنا محبة ولم ينم فينا معاني إيجابية فلا نريد أن نتابعه نريد أن نهجره وأن ننسلخ عنه وأن نتبرأ إلى الله من هذا المسلسل ثم إذا قبلنا ببعض الشهوات أو الشبهات نرجع فيها إلى أهل العلم الثابتين إلى دور الإفتاء مشايخ فضلاء في نابلس والقدس ورام الله وفي كليات الشريعة كلهم على علم راسخ وقدم عالية لا نستمع لأولئك المشككين والمشبهين إنما نأخذ المعينة من رأس الينبوع صافيا رقراقا نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وحشمتنا وحياءنا وعقلنا إنه على كل شيء قدير نستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة